إحنا دايماً نقول ما تكومش وما تكومينش أول بول أشاية بأشاية نحل نحل وما نمشي زعلانين من بعض لا تغرب الشمس على غيصة نراضي بعض ونتناقش في المشكلة بعدين بس نقشها بعقل من غير فوران الغضب والمشاكل الكلام سهل إحنا يعني بناخد مؤتمر أربعة أيام عشان نتدمر تدريب أفهم احتياجات شريك حياتي أعبر عن احتياجاتي أتعلم أعبر عن الغضب إزاي ده محتاج تدريب أنا فاكر من فترة طويلة أوي تعلمت موضوع الاي ميسر وحست أن أنا عندي طول رهيبة أنا حل كل المشاكل بالاي ميسر أنا فاكر أول مرة حصل موقف بيني وبين مراتي قلت لها أنا متضايق أن أنت عملت يعني عارف اللي حافظ مش فاهم اللغة بقول أنا متضايق بس بعد كده برضو ايه صبيت الدينونة نبرة الصوت كمان إلها بالزبط يعني ممكن واحد يقول أنا بحبك أنا بحبك أو يعني نبرة الصوت هي بتعبر عن كان الشخص أو أنا آسف وتقل بطريقة أنا آسف يعني أنا أجيب لك هدية بألف دولار دي ما وصلش رسالة المحب قصة كبيرة ومتسعة لكن في غاية أهمية بصراحة أنا لو نجحت في الشغل وبيتي مفهوش سلام أنا بقى نفسي ما روحش الشغل البيت أنا عايزة أضيع وقت يديتي يدوني أوفر تايم عشان مش عايزة أروح ما ليش نفس أروح الموضوع يستاهل التعب يستاهل غريبة أنا ممكن أدفع ألاف الجنيهات عشان أخد كورس أطور نفسي في الشغل لكن مش مستعد أتعب مثلا أخد أربع أيام أجازة عشان أتعلم التفاهم الزوجي اشتركوا في القناة